اشتركوا في القناة السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية وأكد العسومي في كلمته أن العلاقة الوثيقة الصلاة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان وأن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة واجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان